أهلا سهلا فيكم مع المعات for fun وهلأ رأخبركم كيف نجيب trigonometric ratios of special angles متل ما لاحظتوا بالفيديو الماضي خبرتكم لما كان في عنا square وكان عنده two sides AA لما بنجيب الhypotenus اللام بيكون الhypotenus equal to side times radical 2 ورتبنا triangle على شكل 45-45-90 وكتبنا triangle فرجيتكم انه triangle بيكون عنده two sides equal فرتبنا sides تبع triangle تحت 45-45 يعني AA وقلنا انه الhypotenus بما انه triangle 45-45-90 الhypotenus بيسوي side times radical 2 فبنكتب على شكل A radical 2 قلنا كمان اذا في حال كان side بيسوي 3 الhypotenus بيسوي 3 radical 2 يعني بمعنى انه منضرب side بradical 2 لازم نتذكر هذه الا idea طيب في حال كان الhypotenus بيسوي 3 طيب احنا من side للhypotenus ضربنا بradical 2 انما من الhypotenus للside شو بنعمول بنقصم على radical 2 والtwo sides بمعنهم equal اتنينهم بيطلعوا الhypotenus على radical 2 كمان حكينا عن equilateral triangle انه لما قصمنا على جزئين صار يعتبر اسمه semi equilateral triangle او half equilateral triangle او بمعنتين من سميه 30, 60, 90 triangle مثل ما ملاحظين الhypotenus كان بيسوي 2x smallest side اللي هو shorter side اللي هو مواجه الangle 30 بيسوي x اللي هي نص الhypotenus انما height اللي هو مواجه الangle 60 بده يسوي x times radical 3 وكذبناها على شكل 30, 60, 90 وقلنا انه side اللي مواجه angle 30 هو عبارة عن x والside اللي مواجه angle 60 هو عبارة عن x radical 3 والside اللي هو مواجه 90 degree اللي هو اطول side اللي هو longest side بيسوي 2x وعطينا example انه لما يكون shortest side بيسوي 2 معناته الميدل side بيسوي 2x radical 3 يعني من shortest للميدل نضرب بradical 3 وال longest side ناخد ونضرب بي 2 بيعطيني longest side باكي بيطلع عندي 4 وفرجيتهم لما يكون عندي longest side بيسوي 8 كيف نجيب shorter side؟ منقصم على 2 لانه هو بيسوي نص الhypotenus بيعطيني 4 وبنرجع نضرب 4 بradical 3 تنجيب الميدل side يعني بس يكون في عندي longest او الميدل اوتوماتيكلي جيبوا الشورتر side بالأول اهم شيء الشورتر side لانه منه تنتقلوا للsides البعيين بكل بساطة طيب في حال هلا عندي الميدل side يلي هو 5 فاذا متل ما اتفق انا من الشورترس للميدل منضرب بradical 3 فاذا من الميدل للشورترس منقصم على radical 3 فبيطل عندي 5 divided by radical 3 ومن الشورترس للlonger side منضرب ب2 فهيك بيطل عندي اديش بيطل عندي 2 times 5 over radical 3 يلي هي 10 over radical 3 فهيك منكون انتهينا من ال idea وهلا مننتقل لفكرة trigonometric ratios of special angles يلي هني 30, 60, 90 وال 45 طيب تنجيب sign 30 انتو تعرفوا من triangle هيدا فتفعنا انه longest side هو 2x shortest side هو x والmiddle side هو x radical 3 طيب sign 30 هي عبارة عن شو لاحظوا sign هي عبارة عن opposite over hypotenuse مين الopposite لل30x مين الhypotenuse 2x ففينا نحطة opposite over hypotenuse يلي هني x over 2x هلا بتلاحظ انه x اللي فوق x اللي تحت مثل بعض بروحه بدا الفعندي 1 over 2 فهيك منستنتج انه sine 30 equal to 1 over 2 بليجي هلا للcosine 30 cos 30 هي عبارة عن adjacent over hypotenuse مين الadjacent لل30 هو x radical 3 مين الhypotenuse هو 2x فمنقصمون على بعض بطلع عندي x radical 3 over 2x x مع x تروح شو بدلف عندي radical 3 over 2 فهيك منستنتج كمان انه cos 30 equal radical 3 over 2 وهي دي مستقدمة دايما طيب نجي هلا للتانجل تانجل 30 شو بتساوي opposite over adjacent مين الopposite x مين الadjacent x radical 3 فمنقصمون على بعض ومنحط x over x radical 3 ومتل ما شايفين x وx بلوحه بدلف عندي 1 over radical 3 هلا إذا حابين تعملوا rationalize the denominator نضرب بradical 3 4 وradical 3 تحت بيطلع عندي radical 3 over 3 وهيك منكون خلصنا بين sine 30 cos 30 tangent 30 وهو دي الارقام دايما منستخدمنا عطول ولو حطيت على الcalculator حسبت sine 30 هتعطيني half cos 30 راديكال 3 over 2 tangent 30 راديكال 3 over 3 هلا خلينا نتقل الانجل 60 هلا بتكون تلاحظوا مين السايدز يلي هني opposite adjacent للانجل 60 ومين الهيبوتينيوس الهيبوتينيوس دايما واحد يعني هو 2x هلا sine 60 تعطيني opposite over hypotenيوس مين الopposite لل60 x radical 3 مين الهيبوتينيوس 2x هيكثر عندي x radical 3 divided by 2x x و x cancels بيضال في عندي radical 3 over 2 طيب cos 60 cos 60 هي عبارة عن adjacent over hypotenيوس مين الادجل 60 x مين الهيبوتينيوس معروفي 2x هيكثر في عندي x over 2x x4 x تحت cancel بيطلع عندي الديجاويب بيطلع عندي 1 over 2 وهيكو وجدنا cos 60 الآن ننتقل إلى tangent 60 tangent 60 طيب tangent 60 تساوي opposite over adjacent مين الopposite x radical 3 هو الopposite لل60 طيب مين الadjacent لل60 هو x فمنحطنا على بعض مثل عندي x radical 3 over x مثل ما شايفين x و x cancel بيطلع عندي الجواب قديش بيطلع عندي جواب radical 3 وهي كمان استنتجنا sin 60 cos 60 و tangent 60 وطلعت معها الأجوبة وفيكم تجربوهن على الكالكوليتر وتتأكدوا من الأجوبة طيب نجي الآن إلى triangle 45, 45, 90 مثل ما شايفين نحنا اتفقنا أنه بس يكون عندي triangle 45, 45, 90 هو أصلا right triangle isosceles يعني عنده sides equal معناته sides تبعوله x و x والhypotenus بده يكون عبارة عن side times radical 2 يلي هو x radical 2 مثل ما حسبناها بالبيثاغوريان theorem بالفيديو الماضي فإكثر عندي sides x و x radical 2 يعني بمعنى هي 1 to 1 to radical 2 هذه هي الرايشو بين sides 1 to 1 to radical 2 طيب نحنا خليناها x و x radical 2 حتى أفرجيكم أنه x و x cancel لما بنعمل divide طيب خلينا ناخد أنجل اللي هي 45 أخذ الأنجل اللي تحت ولو أخذك الأنجل اللي فوق نفس الآية رح تطلع لأنه أصلا sides اللي هني opposite to two angles بيسوي بعض x و x فلاحظوا أنتو أنه أنا الأنجل الإخذة هاي هي الأنجل اللي هي 45 فسين 45 بتسوي opposite over hypotenuse مين الأنجل مين الأنجل لهذا الأنجل؟ هذا الأنجل اللي هو x فمنحط x ومين الhypotenuse هو x radical 2 فمنحط x radical 2 محل الhypotenuse صار عندي x over x radical 2 ومنلاحظ أنه في عندي x بالnumerator و x بالdenominator they will cancel فبيطلع عندي one over radical 2 طب لو فكت أعمل rationalize the denominator نضرب فوق وتحت بradical 2 بradical 2 بيطلع معي فوق one times radical 2 radical 2 وتحت عندي radical 2 times radical 2 بما أنه متكررة معناتها نشيل radical ونخلي two بيطلع عندي الجواب radical 2 over 2 طيب تنجيب الcosine للـ 45 انتو تعرفوا بتساوي adjacent over hypotenuse إذا ترجع للفيديوهات الماضي هي ك-cah مشان تتذكروا c-a-h يعني cosine adjacent hypotenuse هلا حطينا cosine 45 هي adjacent over hypotenuse طيب مين الadjacent للـ 45 بهالحالي اللي تحت متل ما انتفقنا هو x هو x radical 2 فمنحط x over x radical 2 ومنعمل simplify x فو x تحت cancel بيضال في عندي radical 2 over 2 اللي هي one over radical 2 متل ما انطلع معنا بالأول بس لاحظوا نفس العقام فلما منعمل راشنلايز بيطلع معي نفس الجواب اللي هي radical 2 over 2 وهلا بنجي إلى tangent 45 tangent 45 بتساوي opposite over adjacent متل ما انتفقنا tangent اللي هي toa منتا tangent opposite adjacent فإذن tangent 45 equal opposite over adjacent من ال opposite للانجلية اللي أخذناها x ومن ال adjacent اللي هو كمان x فإذا نصرف عندي x over x اللي هو opposite over adjacent بنعمل simplify بيطلع عندي one over one يلي هو one وهكي بيطلع معي tangent 45 equal to one وهكي بيكون عرفنا sine 45 cosine 45 tangent 45 tangent 45 وقبل عملنا sine cos tangent 30 وعملنا sine cos tangent 60 فيكصر في عنا كل 35 45 وال60 وهي كفيني لكم أننا وصلنا لآخر الفيديو بس ما تنسوا في فيديو ثالث كمان جاي في كمان براكتس على نفس الايدياس فما تنسوا تابعوا الفيديو الثالث وتحضروه وإذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وشير وأهلا وسهلا فيكم مع المالفور فن وباي لهلا بالفعل